استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الإماراتية الشيخ محمد بن زايد النهيان بمطار العالمين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية حيث أكد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمطار العالمين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذي يحل ضيفا عزيزا على مصر في أولى زياراته الخارجية منذ تولي سموه مقالد الحكم بالإمارات الشقيقة هارس الشرف سلام دولة الإمارات العربية المتحدة سلام 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 بها سلام مخبف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد مباحثات قمة بين الزعيمين لتبادل الرؤى ووجهة النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية كذلك تم بحث موضوعات تعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة